مشهد لن تراه سوى في العراق طيارون يتظاهرون والسبب تهميش السلطات الحكومية لهم وعدم منحهم حقهم الوظيفي بعد تخرجهم من مختلف أكاديميات الطيران العالمية منذ نحو خمس سنوات يوجد بين الأخوة الزملاء الطيارين الحاليا الواقفين هالواقفة السلمية طيارين متخرجين من سنة 2018 صال له أكثر من ثلاث سنوات هو جالس وقاعد عن العمل وتوجه إلى غير عمل لأنه صار موضوع التعيين بالنسبة إلى حلم مثل ما كان الطيران حلم وحققناه موضوع التعيين صار حلم بس ما قدرنا نحققه موضوع جدا صعوب إحنا لذلك طلعنا لأنه لازم يوجد حل إحنا الخطوط الجوية العراقية وبالأخص العراق من أعرق الحضارات والخطوط مالتنا أول خطوط كانت من أقدم الخطوط بالشرق الأوسط موجودة حاليا بالنسبة لباقي الخطوط فليش هذا اللي دي صير نوفر درجات وظيفية طائرات عندنا كفاءات موجودة عندنا وفي وقت لا تزال فيه الطائرات جاثمة منذ سنوات في مطار بغداد لأسباب تقنية وفنية تقول السلطات الحكومية إنها تعتزم شراء طائرات جديدة لكن من سيقودها يتساءل المحتجون في شوارع بغداد أعدادنا قليلة جدا لا تتجاوز المئة وخمسون طيار وصارنا فترة كلش طويلة أربع سنوات خمس سنوات قدمنا الأوراق قدمنا الخطوط الجوية العراقية قدمنا كل الأمور يعني من امتحان لغة من فحص الطبي من معادلة الرخصة وكل الأمور سليمة وكان جوابهم إحنا وجود عدم فرمالية وعدنا اكتفاء ذاتي بالخطوط طيب إذا عندك اكتفاء ذاتي إحنا حاليا مقبلين على أسطول جديد أكثر من خمس وعشرين طائرة الطائرات الجدد من الذي يقودها وبينما يطمح هؤلاء أن تمثل الوقفة الاحتجاجية تجرعة أمل تطوي سنوات طويلة من التهميش لا يزال الفساد يقف حجر عثرة أمام تعيين الكثير من الطيارين الخريجين أكثر من الولد حصلوا كتب تعيين ما قدروا يتعينون من سبب موضوع التهميش ومدى نعرف شنو آلية التعيين يعني مدى نعرف وين تتوجه فضعنا بيها واليوم طلعنا وقفة احتجاجية على هذا الموضوع يعني ماك موازنة والناس قاعدت تتعين شفناها وأكو كتب وأدلة على هذا الموضوع إذا فتحوا وتحقيق يقدرون يوصلوا لكل سهولة مشهد يختزل واقع عراق اليوم حيث تحارب فيه كفاءاته وعقول شبابه وتستنزف أمواله ومقدراته وطاقاته